تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تحضيرات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر خلال الفترة من الرابع حتى الثامن من نوفمبر المقبل ذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوانات البشرية وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يعد الثاني خلال هذا الشهر لمتابعة تحضيرات استضافة ذلك الحدث البارز موجها ببدء الاستعدادات اللوجستية لتنظيم المنتدى الحضري العالمي وتخصيص فريق عمل متفرغ لمتابعة كافة ترتيبات المنتدى وكلف بالتعاون والتنصيق بين الوزراء المعنية بما يساعد في خروج الحدث بأفضل صورة بحيث يكون مستوى تنظيم هذا المنتدى مثيلا لما تم في مؤتمر كوب 27 المناخ كما كلف رئيس الوزراء أيضا بسرعة التنصيق بشأن الغرف الفندقية المطلوبة للوفود المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر